قبل ما خش في تفاصيل مباراة القمة عايز اتكلم على نقطة مهمة جدا الاستاذ عامر حسين طلق اتكلم وقال الخريطة بالنسبة للموسم الفترة اللي جاي وقال كلام مهم جدا على فكرة ليه بقى؟ احنا هنخلص الدوري يوم 26 سبعة وعندنا مباراة مؤجلة في دور الستاشر لكاس مصر هتتلاعب مع الداخلية يوم 30 سبعة ربنا قرمنا ووفقنا وكسبنا هنالعب مباراة الدور الثمانية مع المصري يوم 4 تمانية بعد 72 ساعة من مباراة الداخلية يعني 3 تمانية او 4 تمانية لسه المعادل رسمي ما تحددش في انتظار طبعا لما يشوفوا نتيجة مباراة الاهلي والداخلية بعدها الموسم انتهى خلاص مفيش استكمال لبقى مباراة الكاس والكاس هيترحل للموسم اللي جاي زي ما حصل قبل كده مش هخش بقى فكرة هو ليه بيخلصوا كاس الرابطة وبيسيبوا كاس مصر وكاس مصر للبطولة الاصلية انا قلت الكلام ده قبل كده متمر بس يبدو الاتحاد والناس المسؤولة عن ادارة المسابقات تليها وجهة نظر تانية هم احرار فيها بس انا بتكلم تبقى لاهمية البطولات دوري كاس كاس الرابط لكنها عندنا العملاء متشالي بقى شوية مش مهم طيب وبالتالي الموسم عينتهي بنتكلم 3 تمانية او 4 تمانية بحد اقصى اعتقد ده افضل توقيت ممكن الاهل يفكر فيه في المرحلة الجاية بمعنى ايه هل الاهل ممكن يكمل لغاية 4 تمانية بالتشكيل الاساسية لا افضل توقيت بمعنى ايه ان الاهل بعد ما يخلص بطش الزمالك هيكون فيه اعلان من الجهاز الفني بمنح بعض العناصر وممكن تكون العناصر الاساسية كلها راحة حتى مثلا اول اسبوع من تمانية تكلم في راحة مثلا 15 او 21 يوم راحة سلبية زي ما حصل في الاستعداد للموسم الجديد ده وبعد الراحة دي يبدأ الفريق يستعد للموسم اللي جاي طب هتقول لي ما هو لسه عندك مثلا يعني مطش المقاولين 16 سبعة مطش الحرس 19 سبعة مطش بيراميدز 23 سبعة مطش المصري 26 سبعة الداخلية 37 نكسب واللعب المصري 4 تمانية يعني بنتكلم في ما يقرب من 6 لقاءات الست لقاءات اعتقد يعني بنسبة كبيرة جدا ممكن العناصر ما بتشاركش بشكل اساسي ومجموعة هيتم تصعيدها من قطاع الناشئين وبدأ العمل على تصعيد عدد من قطاع الناشئين منذ تدريب الأمس فيه مبارح 2-3 لعيبة تصعدوا عشان للمرحلة الجاية وبعد مطش الزمالك فيه لعيبة تانية هتتصعد للمرحلة الجاية ويبدأ الجهاز الفني يفكر بقى ويحدد استراتيجية التعامل مع الموسم اللي جاي اللي هيبدأ بالدوري ثم كأس السوبر ما بين الأهل والتحاد العاصمة اللي لسه ما تحددش معاده لغاية دلوقتي لا في 8 ولا في 9 لسه ما تحددش المعاد ولا المكان طيب ويهي تاني؟ الدوري الأفريقي الممتاز اللي هو السوبر ليج كأس العالم للأندية دوري المجموعات في دوري أبطال إفرقية هتتكلم على 5 بطولات الأهل هيلعبهم بمراحل مختلفة في الفترة من منتصف شهر 9 حتى أوائل شهر 12 خلال الفترة اللي جاي فكويس جداً أن مباراة الكاس من سيمي فاينال وفاينال هتتأجل للموسم اللي جاي وتتلاعب مع دوري الموسم القادم بإذن الله